كل رئيس أمريكي تعد الرئاسة إنجاز حياته الأكبر ولكن جيفرسون أنجز أكثر قبل الرئاسة أصبح توماس جيفرسون قبل مائتين وإحدى وعشرين سنة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الثالث وتولى الرئاسة فترتين إنه الرئيس الأمريكي الفيلسوف والمثقف ثقافة عميقة وواسعة جيفرسون هو الكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال كان يملك الأطيان والعبيد أيضا ولم يحرر جيفرسون من عبيده الستمائة سوى ستة وكانت له علاقة مع أمة عمرها خمس عشر سنة واستولدها عدة أطفال لكنه مما يذكر لهذا الرجل أنه صدر في عهده مرسوم بوقف استيراد العبيد في زمن جيفرسون اشترت الولايات المتحدة لويزيانا من فرنسا نابوليون ترونها بالأخضر المساحة مليون كيلومتر مربعة وفي عهده بدأ تهجير الهنود الحمر عن مواطنهم داخل الولايات حياة توماس جيفرسون كمفكر سياسي ومثقف كبير لا تعني أنه كان مثاليا سنعرض بعلى قليل أقوالا له عن الصداقة والتسامع وعن السلاح والقوة وللاحظ المشاهد أمرا عني وعما أورده من معلومات أنا أصف الشخصية التاريخية وأسرد شتى الجوانب من حياتها لا أذم ولا أشغل نفسي بإصدار الأحكام الأخلاقية الإنسان ابن عصره فإن حدثتك عن شخص أعرفه وعايشته وكان متسلقا خبيثا نقالا للكلام أكاد وأذكر اسما فقد تراني أذمه أنا أقيسه بالمعايير الأخلاقية في زمننا الحاضر فأما ناس التاريخ فمن غير المنصف أن نحاسبهم بمقتضى المعايير الأخلاقية في زمننا وهذا رجع إلى جيفرسون نافست جيفرسون جون آدمز على الرئاسة فهزم ثم نافسه مرة أخرى بعد أربع سنين ففاز ومع ذلك استمرت الصداقة بين الرجلين ودامت المراسلات بينهما بعد ذلك أربع عشرة سنة عندما توفي المفارق أنهما توفي في اليوم نفسه والصدفة أنهما توفي في الرابع من يوليو عام 1826 في يوم الذكرى الخمسين للاستقلال آخر ما نذكره من مآثر جيفرسون أنه كان مدافعاً قوياً عن الحرية الدينية نحن في الشرق لقينا أذن من السياسة الأمريكية وخصوصاً من ميل أمريكا إلى حماية مصالحها بالتعدي على الآخرين وبمناصرة كيانات عنصرية الأخلاق عندها تكال بمكيالين ولكننا ندرس حياة جيفرسون الرجل الذي صنع لبلاده مجداً ليس لتمجيده بل لكي نعرفه كي نعرف الأسس التي قامت عليها أقوى دولة في العالم قال توميس جيفرسون فيما يتعلق بالأسلوب إصبح مع التيار وفيما يتعلق بالمبدأ أثبت كالصخرة آمل أن نسحق أورستقراطية المال التي تتحدى حكومتنا وتتعدى على القانون نريد السلام والتجارة والصداقة مع كل الأمم ولا نريد أحلافاً الرجل الشجاع هو بحد ذاته أغلبية اختلافي معك في السياسة والدين والفلسفة لن يفقدك صداقتي بحر الحرية الصخاب لا يخلو من الأمواج كل دساتير ولاياتنا تنص على أن السلطة بيد الشعب لذا من حق الجميع بل من واجبهم حمل السلاح أفضل أن أحلم بالمستقبل لا أن أفكر في الماضي من لا يقرأ أفضل ممن لا يقرأ إلا الصحف كلما صنعت شيئاً فاصنعه كأن العالم يراقبك علموا الناس جميعاً ووفروا المعلومات فالناس هم الضمانة للحفاظ على الحرية المال والفخام لا يمنحانك السعادة السعادة كائنة في السكينة والعمل التجار لا وطن لهم الأرض يملكها الأحياء لا الأموات لا أحد يندم على أنه أكل قليلاً أن تسافر وحدك أفيد لأنك تتأمل أكثر يجب أن يكون كل مواطن جندياً هكذا كان الأمر عند اليونان وعند الرومان وهكذا يجب أن يكون في كل أمة حرة على شعب الحر الذي يريد أن يظل حراً أن تكون له ميليشيا منظمة ومسلحة جيداً لا يجوز حرمان أي حر من استعمال السلاح قد كررت على مسامعكم آراء جيفرسون في حمل المواطنين للسلاح كي تتأكدوا من أن هناك عمقاً تاريخياً لتعلق الأمريكي بسلاحه الشخصي أمريكا قامت على اغتصاب أرض الآخرين وصار هذا عنصراً في صياغة الوعي الأمريكي في كل بلد وكل زمان كان رجال الدين معادن للحرية صحافة حرة وشعب ليس فيه أمية هذا كل المطلوب كلما اشتهى المرء منصباً بدأ العفل يتسلل إلى سلوكه لا أستطيع الحياة بغير كتب أصعب ما في الإدارة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب العقول الصافية لا تغريها السلطة المؤسسات المصرفية أخطر من الجيوش لقد عرف أعداؤنا أننا كنا نحاجج كرجال والآن فليعرفوا أننا نستطيع القتال كرجال إخماد النزاعة الدينية يكون بإثنالها النزاعة إلى مقاومة الحكومة ثمينة جداً وأتمنى أن تبقى موجودة الصديق الذي جرحته سيتحول إلى عدو مشحون بالمرارة أفكر كالرومان من كان قائداً اليوم يمكن أن يكون جندياً غداً إذا دعت الحاجة وقال توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة أخشى ما أخشاه أن أعيش طويلاً